المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن بثت على جميع القنوات المحلية والدولية وتابعها الملايين حول العالم هل كانت أكثر تحضرا من سابقتها؟ طبعا وصفت المناظرة بالأكثر هدوءا وأرجع الفضل إلى مديرة المناظرة وهي كريستين والكر مراسلة قناة MBC للبيت الأبيض فقد نسقت الحوار ولم تسمح للمتنافسين بتخطي الوقت المحدد لهما أو بمقاطعة الحديث وهذا ساعدها على إثمام مهمتها شيء محدد وهو قطع مايكروفون المستمع أثناء الدقيقتين الأولى من حديث قصمه وفتحه أثناء السماح له بالرد خلال المناظرة تبادل المرشحان الاتهامات حول أزمة كورونا فقد وصلت نسبة الوفيات في الولايات المتحدة إلى خمس وفيات العالم الضرائب أيضا أهم النقاط التي طرحت في المناظرة بايدن انتقد خصمه بإخفاء إقراراته الضريبية منذ توليه الرئاسة الأمريكية وحتى الآن أنا لا أقوم بإخفاء إقرارات أخرى من أجل المناظرة أخرى في حياتي نتعلم أن هذا الرئيس يدعى 50 عام المناظرة في كينة كم موضوع المناظرة أخرى من كينة أنا أخرج كل مرشحان الاتهامات 22 عام هل انظروا إلى ذلك 22 عام من مرشحان الاتهامات أنت لم تخرجوا أحد عام المناظرة أخرى من مرشحان الاتهامات بينما بايدن وجه له المزيد من الانتقادات بالطبع عقب المناظرة ومباشرة أمسك ترامب الموبايل إلى أين ذهب؟ صح إلى تويتر ليغرد نشر عددا من نتائج استطلاعات الرأي والتي اعتبرته فائزا في تلك المناظرة أيضا بايدن لديه موبايل فنشر سلسلة من التغريدات مرددا ما قاله في المناظرة وكتب الرجل مرتبك إنه لا يعرف من ينافس إنه ينافس جو بايدن لكن ماذا عن روادي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي؟ خالد يقول لا لن أبدأ بخالد لأن هناك تغريدة قبل خالد وهي من الدكتور عبدالله بن موسى الطائر يقول بايدن كان يخاطب الأمريكيين في المناظرة وترامب كان يخاطب قاعدته الانتخابية بايدن يستجدي الأمريكيين لإيصاله إلى البيت الأبيض وترامب يسترد قاعدته الانتخابية لفرضه على الأمريكيين في البيت الأبيض لفترة ثانية صراع من نوع مختلف يعكس حدة الانقسام ترامب يقول خالد الآن وصلنا له ترامب سحق بايدن في هذه المناظرة هكذا رأيهم أما بالنسبة لي مها صالح فتقول هما خياران أحلاهما مروا لكن مر بايدن أفضل من مر ترامب ابن اليمن ابن اليمن يقول البعض متخوف من انتخابات الرئاسة الأمريكية أحدهم يقول ترامب والثاني بكفة بايدن الصراحة كلاهما لا يهمهم المسلمون ويرحثون عن إرضاء إسرائيل وهي المستفيدة من فوز ترامب أو بايدن فاعقلوا يا عرب لا لكم ناقى ولا يحزنون شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا